اشتركوا في القناة اوضحت نتائج حصر الافلاج وجود عدد اربعة الاف ومائة واثنى عشر فلجا موزعة على مختلف محصلة والسلطنة منها ثلاثة الاف وسبعة عشر فلجا حيا لقد ساعدت الافلاج على نمو المدن القديبة وطور الواحات المنتشرة بين السهل واطراف الصحاري كما كان لها دور بارز في استقرار الانسان ومدنيته وعمرانه لما حوله وللافلاج دورها الحضاري في ازدهار الزراعة وتطور علم الفلك الذي استعان به العماني لتحديد الوقت والاسترشاد بمطالع النجوم لربطها بمواسم الزراعة وفترات المطر تشير الادلة الاثرية الى وجود اقدم نظام للافلاج في مستوطنة سلوت الاثرية بولاية بهلا وتعود تلك الادلة الى اواخر الالفية الثانية قبل الميلاد ولا تزال قنوات الفلج قائمة حتى يومنا مع بقايا المستوطنة المنتشرة على مساحة شاسعة في سهل سلوت عبيرا عن المكانة الدولية لهذا النظام المائي الفريد الذي يشكل موروثا حضاريا ابدعه العمانيون فقد اقرت لجنة العالمي التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة في يوليو 2006 ادراج خمسة جهاز عمانية ضمن لائحة التراث العالمية وهي فلج دارس بولاية نزوة وفلج الخطمين ببركة الموز بولاية نزوة وفل الملك بولاية يزكي وفلج الميلا بولاية صور وفلج الميصر بولاية الرستاق وتعتبر هذه الافلاج الخمسة ذات تاريخ عريق من حيث القدم وتتميز بوجود الكثير من المعالم التاريخية على جوانب قنواتها يعتبر فلج دارس من اشهر الافلاج الدودية بالسلطنة واكبر افلاج محافظة الداخلية يصل تدفقه الى ثلاثمائة وخمسة عشر لترا في الثانية ومياهه ذات جودة عالية ويوجد لفلج دارس ساعدان تبلغ قنوات الفلج الاجمالية حتى شريعة الفلج ما يقارب سبعة الاف وتسعمائة وتسعين مترا يسهم فلج دارس في ري مزروعات المواطنين من النخيل والليمون وقصب السكر والأعلاف والزراعات الموسمية والخضروات كالخيار والطماطم والبطيخ العمانيون اهتموا بشق الافلاج وذلك نظرا للمكان الذي يعيشون فيه فقلت الانهار يتحتم عليه مشق الانهار الصغيرة وهي الافلاج يعتبر فلج دارس من اكبر الافلاج في السلطنة اذ تبلغ القناة خمسة كيلو متر ينقسم فلج دارس الى ساعدين الساعد الصغير والساعد الكبير طول الساعد الصغير من عنده يفترقا طول الساعد الصغير حوالي 100 متر وتسعة متار او 190 متر يعني حقريبة 190 متر والساعد الكبير كيلو فاصح الساعد الصغير يعني ياتي من يمين ثوادي والساعد الكبير ياتي من يسار الوادي من المنطقة التي هي جنوب كمه وتنوف طبعا هذا الفلج يعتبر من الافلاج الداودية ودخل في السنين الاخيرة الى منظمة اليونسكو ضمن خمسة افلاج من السلطنة وكذلك طبعا نشكر الحكومة الرشيدة على الاهتمام بهذه الافلاج ومن جملتها هذا الفلج فلج الخطمين ببركة الموز هو الاخر من الافلاج الداودية يتراوح متوسط تدفقه حوالي 200 لتر في الثانية ويبلغ اجمال طول الفلج من الام الى الشريعة حوالي 2450 مترا ويبلغ عمق الفلج حوالي 17 مترا ويتغذى فلج الخطمين من وادي المعيد واهم ما يميز هذا الفلج طريقة تقسيم مياه عند الشريعة الى ثلاث قنوات كل منها تنال الحصة نفسها من المياه حيث تذهب احد الاقسام لري مزرعات المواطنين فيما يلتقي القسمان الاخران فيعودان للالتقاء في مجرى واحد وهما مخصصان لري الاراضي الزراعية التابعة لبيت المال الذي تملكه الدولة وتبقى الافلاج حاضرة في المشهد اليومي للانسان العمني وجزءا اصيلا من نسيج حياة المجتمع وجانبا من ابداعاته واسهاماته المتعددة في صنع الحضر الانسانية عبر مراحل التاريخ والتي تشدان الامة وجوهر وعيها وثقافتها ترجمة نانسي قنقر